موسيقى السلام عليكم وحياكم الله من جديد في قناتكم قناة مختصر التجربة حلقة جديدة ومراجعة جديدة واليوم راح استعرض لكم مكينة جوفية من ديلونغي والمتافقة مع كابسولات نسكافيد والشيقوستو للمواصفات عصد تحكم اليمين للمستوى الحار واليسار للمستوى البارد زر التشغيل والإيقاف درجة حاملة للكابسولة رف التقطير ويحتوي على شبك التقطير وحوض التقطير ويعطي أربع مستويات الأول الثاني الثالث وأخيرا رابع للأكواب الصغيرة خزام الماء بسعة 800 ملي من أهم مميزات أجهزة دولشي قوستو كثرة الأنواع والوصفات واللي استعرضت الكثير منها في برنامج كابسولة وكلام نقوله تنزل حلقة أسبوعياً كل يوم أربعة الساعة أربع واربعة أربعين دقيقة بتوقيت السعودية كابسولات لكافيهات مشهورة مثل ستاربوكس بيرجينانو كوستا كافي سيجا فريدو شاي كرك بالزعفران كستر الطيبين وقهوة ملكية من شركة بولاد البحرينية لا مينك شيك كولد برو فلات وايت باللوز جالكسي وإخوانا وغيرها الكثير والكثير لنصحكم بلقى نظرة على قسم كابسولات دولشي قوستو في متجر فوراس ترد لكم اصدار البيرو أحد اصدارات الوصولة الأساسية من السكافيهات دولشي قوستو لأن مكينة جوفية يدوية عندنا خيارين أما نحسب وقت معين ونوقفها أو بالنظر ونوقفها عند الكمية المناسبة جوقت الجد مع تجربة مقياس الحرارة سبعين درجة مئوية دون تسخين مسبق للكوب ملاحظة جميع جهزة دولشي قوستو اللي جربتها تعطي نفس درجة الحرارة تقريبا خلينا نحضر لاتي كوستو من الكابسولتين كابسولة حليب والثاني كابسولة قهوة كل شركة تقترح مستوى لكل كابسولة ولكن الاختيار النهاي متاح للمستخدم عموما فالآلة صعب نحدد المستوى فقرة مختصر التجربة بشكل عام آلة جوفيا من دلونغي قدمت أداء ممتاز مثل باقي الموديلات كاستخلاص وحرارة مشروب صغيرة وخفيفة واقتصادية لكن يبقى العيب الأساسي إنها يدوية وليست أوتوماتيك وهذا يجعل استخدامها صعب خصوصا في ضبط الكمية ومع هذا تعوت على اتخدامها بعد فترة بصراحة تبقى الأفضليين للجهزة الأوتوماتيك أنت وش رأيكم في آلة جوفيا؟ وبكذا كنت انتهيت من هالمراجعة أتمنى حازت على عجابكم وقدمت لكم معلومات مفيدة لا تترددوا أبدا بطلب المساعدة يسعدني وشرفني خدمتكم دائما حفزوني على الاستمرار بالاشتراك والعجاب والتعليق الإيجابي أشوفكم يوم الأربعة الجاي والحين أستأذنكم في أمان الله